هاي صبايا اهلا سهلا فيكم في الفيديو جديد على قناتي مثل ما شفتوا بالعنوان سوف نفتح هذه الخمس بوكسات هذا الفيديو اللي وعدت كون فيه لما نزلت وفتحنا سوى خمس بوكسات من شركة ابسي اليوم رح نفتح خمس بوكسات من شركة بوكسي شارم نشوف شو وصلني بهذه الخمس بوكسات يكمل الفيديو الأخير بس قبل ما نبلش بالفيديو لابنستعمل سبسكراب القناة لي هون زر اللهم حماية تحت الفيديو وعملوا لايك للفيديو وعملوا شاري إذا حبيتو واكتبوني تحت التعليقات شو اكتر فيديوهات انتو بتحبوه عالقناة وشو الفيديوهات اللي بتحبو صاويكني شو Beispiel وبعد كل هات الحكي يلا خلونا بليش هلا يلا نفتح اول بوكس طبعا كل بوكس size شكل لانو هنا حسب المنتجات بيبعثوا لكم البوكس ااا نلأ الآن نفتح أول واحد. ستلاحظوا كل بوكس هو سايد شكل لأنه هنا حسب المنتجات بيبعتولكم البوكس قدو عرفتو فهلأ أول واحد شوفو هلأ بوكسي شارم أي واحد مشتري كفير سيبعتوله كل شي يكون فل سايد فهلأ خلوه نفتح شغلة شغلة وعفكرة ما في نحطهون لأنه عم صور فيديوهات تانية كتير حلوة رح تشرفوه على القناة بس مليان إدامي غراض المهم أول منتج هو بقلب هاد هو هوني مون غلو بادي من شركة فارمسي شركة فارمسي أنا شركة هي كتير بحبها مستخدمة من عندهم موسترائزر كتير حلو للبشرة مرتب للبشرة فهذا للجسم أتوقع هاد للجسم وهي أول مرة بجيني سيروم للجسم فلازم نجربه الأطعاء الثانية اللي بألف البوكس هي Glossy Chic Tint من شركة C8 هاي الشركة بتعمل دائما شغلات أتوقع للوش يعني بودرة موسترائزر مو موسترائزر عفون بودرة بتعمل شو اسمه؟ كونتور بتعمل هيك بس هاي أول مرة بيجيني هاد هاد مكتوب عليه تنت أو يعني متل حمرة تخدود بس سائلة هذا هو شوفوا سايد هيك صغير مو سايد كتير كبير يعني بس شكله حلو وحبت لون الباكيج كتير كتير نجي لبعده هو سيروم Glow Filter من Skin Ink ما بعرف هاي الشركة ابدا شركة بوكسي شام تبعت شغلات من شركات معروفة وشغلات من شركات ممعروفة اتوقع لحتى يعملوا اعلانات وهيك واو شوفوا هي شو حلوة شوف شو حلوة هيك بيالبح وبيبات كتير حلو هذا سيروم بتحطوه على بشرة بيعطيكم نظارة وبيعطي حسب مو مكتوب انو كأنكم حاطين فلتر على وشكم فكتير جعبا يجربوا المنتج اللي بعده هو من شركة اسمه V Cosmetic Velvet Lipstick Velvet يعني مخمل هنشوف واو هذا اللون اللي انا بحبه هذا اللون صراحة عندي منه كتير من كتير شركات كتير بحب هذا اللون بحسو دائما بيلبق على كل شي وكمان حلاوته انو مت شوفوا اللون فضيئة كتير حلو بيجنن رقمه او اسمه بابلي من شركة V Cosmetic طبعا ما يسمعني باسم هاي الشركة قبل واخر منتج بهذا البوكس هو هاي اي شادو برايمر من بايسيك بيوتي طبعا ما بعرف كليش مفتوح هذا هو اي برايمر من شركة اسمه بايسيك بيوتي شايفت هاي الشركة بس ما بعرف اين صراحة ما بعرف اذا بيبيعوها بالمحلات هلا اي شئ انا بحكي لكم يا خبروني تحت بتعليقات اذا انتم مجربينا واذا انتم حابينه ولا محابينه اوكي فهذا البرايمر لحنا ننتقل على البوكس التاني شوفوا هذا البوكس اكبر شوي من هداك البوكس لسا في بوكسين لسا في بوكس ادهاد والبوكسين الاخرانيات هيكونوا كتير كبار لنشوف شو في بيالبوم فهلا البوكس التاني اول منتج بالبوكس التاني هو انتي رينكل ستيم سيليولير من شركة اسمه جوس بيوتي اتوقع هذا اللي حسب ومكتوب عليه هو للخطوط اللي بالجسم ولا اللي بالوش فيه ريتنول فيه فيتامين اي كتير عالي من شركة جوس بيوتي كتير حلوة شكله مثل انيات العصير هيك شكل الانيناء زاز مثل انيات العصير واتوقع تخضوه ما بعرف شكله كتير حلو صلي كتير زمان من اول ما حبلت وانا ما بستخدم ريتنول ابدا فهذا ان شاء الله هيكون اول واحد هستخدمه او هجربه منتجات رح نجربه سواء اما على اليوتيوب شورت او بفيديو كامل على اليوتيوب انتو اكتبوا لي تحت بالتعليقات انا صراحة حابة اعمل لكل منتج شورت صغير نحكي فيه عنه ونجربه سواء فانتو خبروني شو رأيكم بالفكرة المنتج اللي بعده من غيرل لاكتك اوكي اسم الشركة غيرلاكتك شكله شيء له علاقة شيء له لمعة شيء بيلماء شيء بريء شكله هيك خلنا نشوف متل ما توقعت هذا متاليك اي سباركل هو ايشادو للعيون شوفوا لونه بس وهيك شكله بيجي متل الحمرة واو كتير حلو بس كتير كريمي وليما حطيته كان بارد وليس مثل الحمرة الحمرة دائما سخنة بس هذا بارد شوفوا لونه كتير حلو بس بحسن هدولة اللي لما بيستخدمون بلزقوا على العيون فما كتير بحبون لا شركة واحدة مرة ببيتها يمكن كان اسمها كفرغرال لا تتعلي بعد بنفس البوكس هو هاي كوكونات كيسز يعني شيء للتم مكتوب عليه من شركة اسمه أوه من شركة اسمه كوكونات كيسز هو الليب ماسك يعني ماسك للشفايف بطعم الكوكونات طبعا ما يمجربته ابدا بس كتير بحب ماسكات الشفايف دائما كل ما بجرب ماسك للشفايف من شركة بوكسي شورم كتير بحبه وكتير بمبسط فيه ومرتين يمكن رجعت شتري المنتج اللي بعده هو هاي اسمه أو من شركة أو بي في بيوتي لندن اوه هاي مقفولة مسكرة كتير صلي ساعة محاول افتح فيها كمام الفوفة ملفة تاني خلو نشوف بس شكل العلبة كتير حلوة انا كتير بحب العلب هدول تبع الوش اللي بيكونوا كتير مرتبين من برا شوفوا كتير حلوة مثل المراية أو هي عن جد مراية شوفوا بقدر استخدامها كمراية شايفين بيتا كتير فكرتها حلوة يعني حتى لو المنتجات اللي بقلبة صراحة مو حلوة هتكون الفكرة لحالة حلوة وكمان في بي قلبة مراية وهدول هنين اللي بقلبة في بي قلبة حمرة تخدود هايلايتر و وبرونزر ومتل ما انا حابة انه دائما البرونزر يكون فيه شوية لمعة بسيطة لحتى يطلع شوية طبيعي ما يطلع حد اعرفتو يعي دائما المكياج تبعي ما وحب خلي حد بحب يكون دائما هيك يعني مايا للطبيعي اكتر فكتير حبيتها هاي دائما حتصير بشنتاتي دائما ما تفرج الشنتة لانه عجبتني انه فيها شغلتين سورة في الارث الارث الاخر منتج بقلب هذا البوكس الي هو تاني بوكس هو هذا هذا من شركة اسمه بيوتي اوه ماذا لون فتحة اوكي اي think هاي مسكرة صح لا والله مو مسكرة هاي شوف شوها بلا مسكرة وفيها اللاش برايمر واو جد حلوة كتير طرف منا برايمر للرموش مشان قبل المسكرة هيك شوفوا بس اكيد مو المسكرة ذرأ صح والمسكرة ذرأ هاي كتير هتكون شغلة انترستد ان الواحد يجربه المسكرة ذرأ ومن طرف التاني اللي هو البرائمر لونه نهدي شوفوا الالوان واحد نهدي وواحد ازرق فخلاص هاي اكيد قريبا 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 ان شاء الله هيكون في شورت عليها لنشوف شلون هيطلعوا الالوان على الوش او على الرموش ولا مرة جربت هدول الالوان وما بعرف اذا بروح يعني حاسست المسكرة السحرية اللي لما بتحطوه بتصير سودا ما بعرف فاكتبوا لي اذا انتم متحمسين تجربوا هاي معي وانا خلصنا البوكس التاني ونبلش بالبوكس رقم 3 هذا البوكس شكله صغير اوكي شكله كتير بسيط وخفيف شوفوا بس هدول قطاع واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة في واحدة تحت والاول شغلة هي هاي اللي ما بعرف شو هي من نتاشا دينو دينونا نتاشا دينونا هيك ايشادو شوفوا الالوان كتير حلوة كتير مرتبية بحب هدول الالوان انا وهذا اللون ما عندي اياه فكتير حبيته هو هيك جايب باني على احمر عرفته نفس لون العلبي فكتير حلو كتير هيك نواعيم بس اغلب الاحيان ما حا اظلم الكل بس اغلب الاحيان هدول العلب بيكونوا ممنحة كتير لانه بيكون يعني بتكون النوعية مالة كتير منيحة على العين بتصير بتهر وبينزل كل ياته على الخدود فالعظم نشربها لانه بعده هو ست للفراشي من شركة اسمه إلويز كمان ما يسمع انا فيهم ابدا شوفوا هذا هو شكله كلير يعني شفاف الادين تبعهم شفافة دينونا نشوف شنو شكلهم واو شو حلوين شوفوا شو حلوين ما رب زي مبينين عليكم بس هنه مو سموز يعني مو انه نعمين بشكل مدور هنه بشكل شكل هندسي شكله وعاملينه بشكل انه لما بتحمليه او بتمسكيه بأصبعتك بأصبيحك بيركبوا منيح فكتير حبيت الفكرة بس هاي الشركة ابدا ما بعرفة وكمان ما منقدر نعرف اذا الفراشي منح لحتى نجربهم بس هلا كونه هيك عم جرب يعني بس كتير حبيت شكله كتير حلو ومرتب اللي بعده هو هاد من The Beauty Crop شو هاد خانشوف اوكي شكله للعيون كمان بس شايفين مثلا مو كاتبين علي اي شي هاد الشكله للعيون كمان مثل اللي هلا فتحناه قبل شوي اي شادو بس لسه ما بعرف لازم افتحه منيح وجرب وهايك لحتى اعرف انه ابدا مو مكتوب عليه صلي ساعة عم بكرة على الورقة شو مكتوب ومو مكتوب عليه اي شي ومو جاي معه علبة ولا شي جاي هيك مثل ما هو من شركة اسمه The Beauty Crop هاي هي هيا شايفين نجلي بعده بنفس البوكس هو من شركة اسمه Kate Somerville أو Goat Milk بشركة ابسي لما فتحتهن اي جاني cleanser Goat Milk اللي هو حليب الماعز غسول من حليب الماعز وهلا هاد اي جاني موسترازر Goat Milk اللي هو مرتب من حليب الماعز واتوقع هنا الاثنين نفس الشركة اذا كانوا نفس الشركة بيكون ممتاز نجربوا نسوا ومنحكم عليهم نسوا فان شاء الله يكون نفس الشركة في هذا البوكس هنا نشوف شكلة حمرة خدود والله اعلم اسمه stack the odd من شركة اسمه face stacker three cream shade او لا استنوا استنوا ما فهمت ما فهمت شو هاي او شوفوا هاي جاي بقلبة 10$ off coupon اذا بتشتروها مرة ثانية بنقصو لكم منحقة 10$ او او كي واو شوفوا تفتحوا هيك تفتحوا هيك تصير ثلاثة شوفوا شو حلوة كتير حلوة هايلايتر وبلوش وبرونزر او كونتور شوفوا شو حلوة هيك تسكروا هيك كتير حبيتها فكرتها كتير حلوة هادول البوكسات هالمرة فيهم اشياء بتجنن عن جد كتير حبيتهم حبيت الافكار اللي عم يخترعوها الشركات انه كتير بتصير شغلات سهلة يعني هاي كتير سهلة تنحمل بالشنطة بالسفر لانه متل كأنه قطعة واحدة بس هي فعليا ثلاث قطعة كتير حبيتها وكتير حلوة ونعم هادول البوكسين وهادول البوكسين كتير كبار وتقال فخلونا نبلش باول واحد منهم هلا بوكسي شروم يوجولي ما بيبعته غير اربعة او خمس منتجات فالتقل بيكون على حسب الاغراض اللي تقيلة شوفوا مثلا هاي واحد اثنين ثلاثة اربعة اوكي وفي واحد خمسة تحت كبير فهلا نشوف شوف جايب هذا البوكس و اول شغلة بهذا البوكس هي بيوتي بلندر من شركة اسمه The Perfect Dual او مو بيوتي بلندر لا استنوا لا خبطنا الشركة اسمه Flirtatious صراحة ما بعض شو اسم الشركة كتير في كتابات ما قدرت اعرف شو الفرق بيناتهم بس هي جايب فرشاية شوفوا بيوتي بلندر حمرة بيوتي بلندر حمرة شوفوا لون كتير حلو مثل لون العلبة و معها هاي الفرشاية كمان لونة حمرة شوفوا هيك سنشوف اذا فينا نقرأ اسم الشركة من هون لا ما بقدر اعرف ما عرفت اسم الشركة المهم كتير حبيتهم كتير نعمين وشكلة بيوتي بلندر كتير طرية حبيت انه فيه الى هيك سطح مايل للفونديشن طبعا انا صلي كتير زماما بيوتي بلندر دائما استخدم الفراشي بالطرق الي بحط فيها المكياج اجت فترة كتير ما تحبيتها وحسيتها كتير بتلم بكتيريا و هيك شغلات يعني حسيتها اوور ريتد يعني العالم كلهم عم يحكوا عليها بس هي مالة مليحة ما باربز اتخدمها ولا لا بس اكيد احجربها شي مرة هي والفرشاية كتير حبيتهم كتير كيو المنتجي اللي بعده من هذا البوكس من شركة اسمها أوفال بيوتي هاي شركة كأنه فتحنا شي فتحنا شي منهم هلا شو فتحنا منهم اوكي لوت فاودر هاي أوفال بيوتي هلا فتحنا شي ما بتذكر شو هو اوكي نفس هاي اللي فتحناها بالبوكس القديم هاي من نفس الشركة باعتين مننا اوه اوكي شوف شو حلوة لوس باودر كمان نفس الماتيريال كتير حلوين جايين مع بعض لوس باودر اللي هي البودرة الحرة عرفتو اللي هيك بتكون بنستخدمها للتسبيت او للإضاءة فكتير حبيتهم انه طاقم مع بعض بس هاي لغتها طبعا مو كتير منيح يعني بيفتح بسرعة وما بيسكر بيقفل عرفتو فلاعزم ننتبه كتير منيح ونحن نستخدمها بلا ما نعبي الدنيا نجي اللي بعده باينابل لب سكروب واو هاي تاني شغلة للشفايف تجيني اليوم او نفتحها اليوم يعني لب سكروب يعني مقشر للشفايف بطعمة الباينابل يلي هو الاناناس من شركة اسمه ريحتو حلوة بس مو ريحتو ريحتو مو اناناس ريحتو ريحتو مو بسوريا ما بتذكر شو اسمه بس عليه نفس الريحة كتير حلوة ريحتو وكتير متحمسة نجربه واحد من شركة اسمه استيديو ميكوب في قلبه سيروم سيروم بحمد الهايلورونيك طبعا حمد الهايلورونيك هذا الحمد كتير مهم لكل انواع البشرة بيساعد بترطيب ويعطي ترطيب كتير كتير عالي وخصوصي هلأ فصل الشتة نحن كتير رح نحتاجه فكتير حبيته وكتير جاي سائل ما بعرف اكيد خالطينه بشي لانه هو ما له لها الدرجة خفيف جاي متل المي كأنه قبس وحبيت انه لعلى بأزاز كتير بحب لما شركات المكياج او شركات العناية بالبشرة بيستخدموا على بأزاز بحصة احسن وافيد للمنتجات لحتى ما يصير فيه تفاعل مع البلاستيك فكتير حبيت الفكرة وحبيت انه عملينه دروب كتير حلوه وهاي شركة اسمه استوديو مي لاخر منتج بهذا البوكس هو هاي البالت هاي البالت هاي البالت هاي البالت اتوقع اي شادو واو اي شادو بالت شكلها افتحها حلاقي كل درجات اللون الاصفر هنشوف واو الالوان شو حلوه الالوان شو صيفية طبعا كان لازم افتح هذا البوكس واصلني بالصيف بس انا كسولة كتير كنت كتير حبيتهم الالوان بتجنن اللون الاصفر هاد بالذات ما عندي اياه عندي افتح منه بس هاد اللون بالذات ما عندي اياه كتير 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 حبيتهم وصلنا لاخر بوكس وقت البوكس اكتر واحد تقيل خلنشوف شو في قلبه شكله كله شغلات زجاجية هنشوف شوفو هذا هو واحد اتنين ثلاثة اربعة تحت وهون خمسة ففي خمس منتجات كمان اول منتج هو كوكونات اند فيج اوه هير ماسك اوه هير ماسك نحن كتير بحاجة نحط ماسكات على الشعر وعرفت هاي المعلومة بعد انه صلي كتير زمام ما حطيت شي على شعري فحسيت انه لازم نحط له ماسكات المهم هذا في بقلبه كوكونات اويل زياد جوز الهند ومرمور بطر ماهذا المرمور بطر ماهذا طبعا ريحته لا يوجد الى ريحة لانه مسكر فنجربه ان شاء الله ونحكيك واحد المنتج اللي بعده هو سيروم او برايمر على شكل سيروم نحط قبل المكياج اول خطوة بعدها تضعه فوق المكياج شوف شو حلو بشكل مسلس عاملينه اول مرة يجيني هيك شي شوفين بوكسي شارم دائما اغراضهم غريبة عجيبة ما بعرف شلون بلطوا هالشركات المهم من شركة اسمه هايس اتوقع هيك اسم الشركة شوفو كتير حلو برايمر ومحطوط انه هو بيعبي المسامات وبتطلع البشرة كتير نقية وكمان مكتوب عليه انه هو مأخوذ من الخضار والفواكه وهيك ما فيه اي شي من الحيوانات انتو تعفو انه بالمكياج كتير بيستخدموا شغلات في الحيوانات فهي شغلة كتير مهمة انه نحنا لما نستخدم نتأكد انه هنه ما فيه شي من الحيوانات هاي شغلة جديدة ثايرة انه عميساو شغلات بدون ما يستخدموا شي من الحيوانات اتوقع كما بيكونوا شوي اغلى شو رايكم نحكي عن هذا الموضوع اكتر اكتبوا لي تحت اذا انتم مهتمين بهذا الموضوع المنتج اللي بعدهم باخر بوكس هو بريتنين فيتامين سي من شركة فرانك بودي شركة فرانك بودي انا انا استخدمة من عندهم بس شغلة واحدة اللي هي السكراب للشعر او للراس عرفتو سكراب للقهوة بتأشرو فيه بشرة راسكن وكتير بحبه صراحة حاطته بالحمام يعني صلي زمان عم استخدمه كتير كتير عاجبني هلا اجانا من عندهم فيتامين سي ماسك بالبابايا و كركادو بلوم ما بعرف شو الفور فيه فاكهة اسمها كركادو بلوم ما بعرف شو هي المهم محطوط بألبومنا وهي اصلا كوفي بيست سكين كير بول او 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 الشركة هاي دائما بيستخدموا القهوة بمنتجاتهم فلهيك انا عندي منتج تبع كوفي سكراب للشعر هو من القهوة من البن الخالص فهلا هذا كمان نفس الشي فيتامين سي بيستخدموا فيه شيء قهوة وبابايا و اشياء تانية المنتجة اللي بعده هو هذا اللي متقل البوكس هذا وزنه كتير تقيل اللي هو فيلفت سكن درينك شو درينك يعني بعثين لعصير شو اسمه شو كنت بدي لكم اوكي صار هاي تاني شغلة فيلفت فيلفت يعني مخمل الحمرة اللي فتحناها هاي كمان كان مكتوب عليها فيلفت فما بعرف بوكسي شعرم شو قصتهم مع المخمل كمان بوكسي شعرم شو عصير للبشرة بمن قاتل المناسك باستعمل اريد انه موغل جديد شو كمان شغلة بهذا بوكس بوكسي شغلة هادي هذا ايضا كمان مكتوب او مو توقع هي كونتور كريمي تصدقوا انه كل هال مكياج اللي عندي ما عندي ولا واحدة كونتور كريمي كريمية يعني وانا كنت كتير حبه من زمان اول ما تعلمت المكياج على فكرة تعلمت المكياج بالكونتور الكريمي هو طبعا اكيد اصعب بكتير بكتير من الكنتور البودرة واصعب بكتير من البرونزر لانه دمجه كتير صعب وخصوصي معي لانه انا بحب يطلع وشي كتير طبيعي فلما بدمجه الا ما يطلع شوية حد وهلأ شوفوا واو 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 شوفوا العلبة شو حلوة كتير حلوة سليش هي نوزعتها بأطفري اوكي العلبة كتير مرتبة كتير حبيتها ومكتوب هون انه بس لستخدموها حطوها على الانستجرام وعملو لهم منشن وهون عاملين مثل هيك طريقة لحتى تعملوا الكنتور فيها تستخدمو حسب الالوان كتير حبيتها والوانها بتجنن وجاية مع دفتر شوفوا دفتر عن طريقة الاستخدام كل الوش الى طريقة معينة لحتى تعملوا الكنتور فش لكم نعمل فيديو هايك نجرب هاي لكل انواع الوش ووش كمان اكتبوا لي تحت التعليقات خلصنا اخر بوكس من بوكسي شارم واليوم نكون فتحنا خمس بوكسات ما بعرف كم الفيديو سيكون طويل بس كتير متحمسة انكم تشوفوا لانه بعرف كم انتو بتحبوا هاي الفيديوهات اذا حبيتوا لا تنسوا تكتبوا لي تحت بالتعليقات وكتير سألتكم شغلات تجاوبوني عليها بالتعليقات فليز جاوبوني علي اي شيء اكتبوا لي افكاركن اي شيء اي شيء حابين تحكو لي اكتبوا لي تحت التعليقات وابل ما اطلع من الفيديو لا تنسوا 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 القناة وهو زل احمد تحت الفيديو وعملوا لايك وعملوا شير اذا حبتوا وشغلوا زر الجرس حتى يصلكم اشعارات كل ما نزل فيديوهات لانه نزل كثير فيديوهات وخصوصي شورت يعني تقريبا اليوم رح ينزل او ثلاثة احيانا اكتر الله اعلم فتابعوا القناة حتى مايروح عليكم شيء احبكم كثير كثير وان شاء الله شوفكم بالفيديو جاية باي